السلام عليكم ازايكم يا حبيب عملي ايه ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة ايس كاب بخيط القطيفة اللي هو هيمالايا برصة تمام الخيط ده قطيفة طبعا زي ما احنا شايفين و 100% بولسترين تمام هنا الخيط ده حبارة عن ميت جروم بيكترح علي ابر خمسة او ستة تمام كده ادي شكل الخيط موجود معي خيط قطيفة طبعا احنا عارفينكم انا خيط القطيفة اه صعب شوية في الشغل بس الملمس بتاعه قويس وحلو اه ونعم جدا ليه وبالذات للاطفال اه فالنهاردة هنعمل ايس كاب بطريقة بسيطة جدا اه وبخرزة استنبولة هنشوفها مع بعض هنعملها ازاي اهو اضي الابرة بتاعت هنا اه طرف خمسة وده الناحية دين سبعة فانا هشتغل بالخمسة بالاول كده هعمل اه هعمل طبع هناخد الطول بتاع المحيط بالرأس عشان طبعا احنا نعمل ايس كاب بالطول اه فاناخد الطول وعمل للطفل تقريبا حوالي مثلا هعملها على تلاتين غرزة تمام فهعد اول حاجة غرزة البداية بعد كده هعمل تلاتين سلسلة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داشر ناشر تلاتتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتاشر تسعتاشر عشرين تمام كده اهو واحد وعشرين اين وعشرين تلاتة عشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين طبعا انا عشرين تسعة وعشرين تلاتين على اساس اللي انا اعملها كبيرة شوية ولسه هنتني من بداية يعني من اولها يعني من هنا بتتني ولسه هنلمي من هنا فبعملها طولة شوية بحيس اللي هي ما تبقاش دياءة قوي بعد كده هعمل سلسلة سلسلة هرتفع بسلسلة واحدة تمام وبعد كده هعمل اول خمس غرز هعملهم غرزة حشو عادية تمام واحد بعد كده اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة خلاص دي في الاول بعد كده هعمل ايه عادة هي نديل غرزة الخمسة هياخد طرف الغرزة الخمسة هون طرف بتاعها هون على طرف السلسلة على طرف الابرة وبعد كده هادخد أن craEEP اتنين ال هو الصف الاول الى اتنين ان البطوم بسبب لنطلث السلسلة من حشو احد صف쟁 الغرزة استилось 이�ดerem بسبب聽 ثلاثة الجنسي ثلاثة الجنسي وبعد كده هنسب أصبح ثلاثة جنفسه ثلاثة جنسي من طرف الغرزة ازاي? عاملة زي شكل السبلة او شكل كده. اهي. اللي بعده همشي على طول الخط كده. انه هدخل في الجنب. الجنب بتاعها هدخل في اللي بعدها وهكزا. كمل السطر كله بنفس الطريقة. لغاية ما وصل لاخر خمس سلاسل. اه. اه. شايفين? انا بحاول اوسع الغرزة شوية ما ما اقفلش اوي بحيس اللي ايه الورص دي بتغرب عاية. ما يعني ايه ما شدش اوي. خلاص. اهي. شايفين شكل الغرزة زي بنوضح دلوقتي شكل السنبلة بالزبط. تمام? او شكل الفي شيب كده اللي بقوا عليه. تمام? اهي. بادخل في الجنب هنا بالجنب. واروح دخلة في اللي بعدها. اهو. بعد ثلاثة على الابرة واروح صحبة. اللي بعده اهو. من بعده. شايفينيه الشكل? اهو. رب يكون بس واضح. اهي. بحاول يكون واضح شوية. بس انك ده واضح هنوان بدأ يظهر جامد شكل ايه? السنبلة. هنكمل على الطريقة ده لغاية ما نوصل الاخر خمس سلاسل من هنا. اهو. اهو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص كده اهو انا كده كملت اول سطر اللي هو اول سطر في الايسكام عندي ده وانا هنعرفين هنعملها بالطول خلاص نرجع بقى هنشتغل السطر اللي بعده هعمله ازاي بنفس الطريقة هرطفع سلسلة والاول خمسة هعملهم حشو واحد اتنين تلاتة اربع خمسة تمام ابدأ بقى الستة هعمل سنبلة نفس الطريقة اهو بس هنا هعمل ازاي بقى شايفين ادي هنا السنبلة اهي في الاول دي اللي شكل اللي في الوش فوق كده اهو في سلاسل اهي شكل الفيشب برضا هدخل في الفيشب اللي هنا في الطرف اللي الخارجة هوا واروح عاملة اهي نفس الكلام دخلة وطلع السلم تاني هي بتختلف عن الهنا في الايه في الدخلة بس اهي ادي هنا الطرف معي اهو هدخل في الجنب لما احنا عارفين هدخل فين بقى مش هدخل هنا لأ هدخل اهي دي يعني الوش بتاعه من فوق بتبقى فيه هنا في العرض من فوق اهو طرف ده اهو طرف اللي بيشيب اهو شايفينه عالخص ده ابرة اهو واروح عاملة بحيس يبقى شكل اهو شايفين الشكل بدأ يظهر جنبها بحيس كل السلاسل هنا والسلاسل هنا او اسمه بلنا وسنبلنا من جنب ببعا خلاص اهي اللي بعده طرف واروح دخل في الغرزة اللي بعديها من جنب اهو واروح طلع خلاص هكمل بنفس الطريقة زي ما عملنا العمود الاول وفي اخر خمسة برضو هعملهم غرزة حشو. خلاص كده معي. اهو خلاص كده. كملت بنفس الطريقة نفس طريقة غرزة السمبلة. لغاية ما توصل المحيط اه الرأس اللي انت عايزاه. المقاس اللي انت عايزاه. اه سواء كان طفل صغير او حد كبير. تمام كده. وبعد كده شايفين شكل السمبل عامل ازاي. شكلها جميل جدا. ومناسبة جدا لخط القطيفة. بعد كده بقى باتنيها. دي التانية بتاعتها هتبقى لها نهايتين. للنهاية اللي انا بتنيها بتلبس منها. والنحية التانية في النحيتين. هو الناحية اللي فوق. واللي في الجنب. اهو. خياطيها سواء حابة خياطيها بغرزة منزلقة بالكرشي عادي. او بالخطوة الابرة العاديين. اه براحتك وزي ما انت حابة. بس انا يعني اه بحب اخياطها من الجنب بالغرزة المنزلقة. بتبقى حلوة والتقفيل بتاعها جميل. وما بيبانش فيها اي حاجة. اهو. زي ما انتم شايفين كده ده شكلها من برة. ومن جوة تحفة صراحة. مش باين فيها اي حاجة. طبعا انت بتخياطيها تقليبيها وبتخياطيها من جوة. تمام? عشان لخياطنا ما تزهر شواء ده هي من برة. خلاص. هو اني بنا بتخيط من الجنب وبخيط بقى من ايه من فوق. من فوق الافضل من المنزلقة اللي انت تخياطي بقى بوقت عاديين. بتلميها كده وتشديها اه بحيس تبقى ايه ملمومة مش اه ما تكلكعش معي كده. خلاص كده انخلصت اهوا. تمام? شايفين? ادي هي بتاعني افضاعتها اهي. تمام? وركبت هنا اه اللي هي القطعة الجلد دي بتاعت هندليد. تمام? بتاعتشيها من اي محل خلطوات. خلاص كده. ودي اهوا الشكل النهائي بتاعنا وركبت هنا شرقشين طبعا عملتها اه زي بتاعت البنبون كده. فكرة كورة البنبون كده. فكرة كورة البنبون كده. بس هنا عشان القطيفة النهائية بتاعتها بتتقطع. فعملتها الواحدة اثنين. يعني شايفين? المفروض هي زي كورة البنبون عادية. بس بدل ما قصها. سبتها على اساس اللي هي تحافظ على. تحافظ على. تحافظ على شكلها هين وما تقطع. تحافظ على شكلها زريف اوي. وحكي بدي مسهلة. تمام ودي الورزة بتاعتي اللي هي سنبلة. تحافظ على شكلها مع القطيفة وعصرها. تمام. اهه. هدي شكلها هون كورو. ودي الكورة بتاعتلي البنبون. ممكن بدلها تعملي كورة فره. تسبلي كورة فره. تبقى رخصة برضو. حالها همسجنيه في المحلات. او تعملي الشكل ده. او حابة تعملي. اتمنى يكون الفيديو على بكم. ان شاء الله تنفزوها سهلة وبسيطة. ومش هتخد منك اي حاجة او ارخص كتير من محلات بره. او طبعا شغل لحنت امید كفائل ان شكونام رابطي. موسيقى